بعد قرابة ثلاثة أسابيع مضت على أخير تصعيد على قطاع غزة يعطي نتينياهو حسب وسائل إعلام عبرية الضوء الأخضر لبينت من أجل دراسة مقترح يحمل في طياته الحديثة عن تسهيلات اقتصادية سيتم طرحها على حركة حماس طرح ليس بالجديد لكن توقيته السياسي وربطه بالوضع الميداني ينبئ بنوايا الاحتلال تجاه القطاع تحاول إسرائيل كأنها ترسل رسالة للحماس والسلطة القائمة في قطاع غزة إنه هناك في مكافآت ممكن أن تأتي مع استمرار مثل هذه السياسة ممكن أن يكون هناك ميناء بحري يعطي متنفس لأهل قطاع غزة للسفر والتحرك أيضا ربما تحسينات ربما الآن الدندنة والطنطنة بقضية مستشفى قضية بعض التسهيلات التي قد يرى فيها الناس أنه هي مخرج لأزمتهم وأنه هذه عبارة عن مكافأة تتزامن وعود الاحتلال وتسهيلته المزمعة مع الوساطة المصرية الأممية التي هدفت مؤخرا لإبقاء التهديئة الهشة قائمة بالرغم من احتكام ردود فعل كلا الطرفين لأوضاع الميدان في القطاع مقابل استمرار الحديث عن جملة من التفاهمات الإنسانية تصب نحو تخفيف الحصار عن القطاع بدأت ملامحها بتتشين لبينة أولى للمستشفى الأمريكي شمال القطاع بتمويل قطري وأمريكي إلى جانب إرجاء مسيرات العودة مؤخرا لا أحد يعرف ما هي هذه التسهيلات الإسرائيلية ولكن يبدو أنها من أجل تخفيف حالة الاحتقان التي تسود في الشارع الفلسطيني في غزة وكذلك من أجل وقف المظاهرات والمسيرات التي تحدث على طول السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل منذ نهاية مارس في العام 2018 ما يدر في أروقة الاحتلال سياسيا وأمنيا حول أي تسهيلات اقتصادية للقطاع يثبت أن تحيد غزة عن أي مواجهة قادمة هو رهن لدرجة انفجار أوضاعها الإنسانية سياسة العصى والجزر سياسة ليست بالجديدة تجاه قطاع غزة من قبل الاحتلال ما يحتم بأن يكون القادم هو المصالحة كخيار لتوحيد الصف الفلسطيني ومواجهة كافة مخططات الاحتلال لفضيات النجاح تغريب الأمور قطاع غزة